اشتركوا في القناة سهلة ولكن يعني لما انتو مش من الناس اللي بتحب الحكي اللي مكرر كثير لانه انتو ماخدينه قبل مش كثير حتستلطفوها بس اجمال محاضرة سهلة وهي مراجعة لما اخدته البيو بسم الله ونبلج طبعا هاي محاضرة لانها الى حد ما سهلة والدكتورة ما بتزيد كثير حكي عليها فحنشرحها بس على السلايدات ما في داعي للنوتات الجانبية نهائيا طيب بسم الله اول شي بداية بحكينا انه إذا بحكينا هون عن الخلية الخلية هي يعني هي وحدة احنا عارفين انه الخلية هي وحدة التركيب والوظيفة فهي وحدة ايش وحدة التركيب والوظيفة ولو تتذكروا باول محاضرة اخدناها بالمادة اللي حكينا انه هيك تذكير سريع بس كانت الاتومز الذرات يعني اصغر جزي غير حي اللي هي ايش الاتومز ولكن the smallest living parts اصغر جزي حي اللي هي ايش اللي هي اللي هي إلسل إذن بدنا نعرف انه الخلية هي والاشي الثاني بدنا نعرف انها the smallest living parts of the body وهذا الاشي مش جديد علينا والتفقين علي يعني او عارفينه من زمان حتى من ايام من ندرس طيب الاشي الثاني نقرأ هون ونشو بحكينا هون بده يقارن بين البروكاريو تيكسل والايوكاريو تيكسل وتذكير سريع البروكاريو تيك زي من مثلا زي البكتيريا اوكي انها هاي بتكون ايش اه يعني مش وحدة النواة ايش يسائل تتكون والايوكاريو تيك زي مثلا زي الانيمال اللي هو اللي من ضمن هالانسان تمام اه حلو هاي انيمال فهون بده يقارن لنا بين البروكاريو تيك والايوكاريو تيك اللي هي وحيدة الحقيقية النواة والبروكاريو تيك طيب اول شي بداية وبداية النواة طيب بحكينا ايش انه البروكاريو تيكسل وباكتيريا مثال على البروكاريو تيكسل اللي هي الباكتيريا طيب البروكاريو تيكسل وباكتيريا تيبيكالي هاب سيل وال البروكاريو تيكسل اللي هي بداية النواة اللي هي بداية النواة ولو نتذكر برو اصلا معناها بداية هو كاريو تيك البلازما ميمبرين حوالين البلازما ميمبرين هيكون في عنا هذا اللون الازرق اللي هو اللي هو السل وال بحكينا هاي بالنسبة للستركتر تبع الباكتيريا هاي اول نقطة اذا عندها اضافة لبلازما ميمبرين عندها سل وال محاطبة لبلازما ميمبرين هاي اول نقطة النقطة الثانية بحكينا انه البكتيريا لايك اذر ميمبرين استركتر ولو تتذكروا كنا نحكي عنها بايام البيو الهزا حيختلف في الوضع شوي ايام البيو كنا نحكي انه ميمبرين استركتر اعطناها اسم اللي هو ايش اسم اورغانلز فحكينا انه البكتيريا ما عندها اورغانلز يعني مثلا ما كان عندها جورجي أباراتس ما كان عندها شو اسمه مارتوكندريا اوكي فالنقطة الثانية انه ما عندها ميمبرين استركتر يعني ما عندها جزيئات محاطة بايش ما عندها جزيئات ايش ما عندها جزيئات محاطة بميمبرين اذا اول اشي انه عندها بلازما سلوولسوري اراند البلازما الما والاشي الثاني انها لك الميمبرين استركتر زي زي ايش زي المارتوكندريا وغيرها من الأورغينلز من ضمن هاي الميمبريناس استركتر اللي هي ما عندها إياها اللي هي الانبيلوب حسنا حنشوف بهاي الصورة هون في عنا مجموعة من الفروقات حنعقب عليها لو بنلاحظ إنه هاي الدي انا تبع إيش؟ تبع البكتيريا هل هي محاطة يعني موجودة بمكان وهذا المكان محاط بغلاف؟ لا بحكي لي حتى الدي انا اللي موجود بداخل البكتيريا غير محاطة بغشاء تمام؟ هاي مثال عليها بمعنى آخر يعني there is no ما عندنا إيش؟ ما عندنا نيوكلياس ما عندنا نوة تمام؟ طيب هلأ بدو حكينا عن مين؟ عن الايوكاريو فبحكينا إنه الانيمالسل مثال على الايوكاريو تك السل اللي هي الانيمالسل الانيمالسل في عندها with distinct membrane limited nucleares surrounded by a cytoplasm containing various membrane limited organelles شو يعني؟ يعني إنه في عندنا نيوكلياس بتكون H distinct membrane limited يعني خلص بتكون في عندنا منطقة تمام؟ membrane محاطة بmembrane ومحددة وإحنا بنعرف إنه النيوكلياس النواب الخلية تشغل مساحة معينة تمام؟ ها في عندنا H distinct membrane limited النيوكلياي هاي النيوكلياي هاي النيوكلياي محاطة بي حواليها خليني أصغرها هاي أنا عندي النيوكلياي تمام؟ هاي النيوكلياي محاطة حواليها بإيش؟ ب cytoplasm surrounded by a cytoplasm هذا cytoplasm إيش ماله containing a virus membrane limited organs يعني بتحتوي على organelles محاطة بmembrane لأنه أصلا تعرف بس هذا الإش هيختلف كمان شوي حتشوفوا كيف مثال علىها مثلا إحنا بنعرف إنه والله موجود عندنا بالإيوكاريوتك ميتو كوندريا تمام؟ موجود عندنا مثلا جولجي أوكي؟ وهكذا فهون بوصف إنا الإيوكاريوتكس البروكاريوتك حكينا بس عندنا بلازم الممبرين والمساحة يعني اللي بشغلها لسايتو سول أو لسايتو بلازم ما فيها organelles خلص ما في حتى الDNA مش محاط لكن بحكينا هنا لا في عنا نيوكليا يعني الDNA محفوظ جوة لنيوكليا تمام؟ جوة النوى وحوالين النوى في عنا cytoplasm دي cytoplasm containing various membrane limited organs طيب بحكينا آخر نقطة إنه multicellular organism يعني الكائنات متعددة الأنوية different cells become specialized by concentrating specific organelles and specializing in various basic cellular activities generally found to more limited extent in all أيوكاريتكسل طيب هذا الإشي شوي يعني هذا الإشي بحكينا إنه والله بالخلايا متعددة النوى إنه كل خلية بجسم الإنسان في عنا مجموعة من الخلايا صح؟ كل خلية تمام إلها have specialized specialized function متخصصة بإشي معين فرضا الخلايا العضلية متخصصة مسؤولة عن الموفمت فحنلاقي مثلا عسبين مثال حنلاقي والله نوع من أنواع اللي بلازم كريتيكولم بسميها ساركو بلازم كريتيكولم هاي فقط موجود بالخلايا العضلية شو الفرق إنها أقلص هيك مسؤولة لأنها موجودة بالخلايا العضلية مثلا حنلاقي فيها mitochondria أكثر ليش؟ لأنه أنا بحاجة أني أصنع طاقة أكثر لأن الحركة عندنا بتصرف طاقة فبحكينا أنه أن الخلايا المختلفة وجسم الإنسان فرضا على سبيل المثال كل واحدة منها خلص specialized in a specific function مسؤولة عن function معين طيب هاد الاختصاص يعني كيف بكتر أحكي والله إنه ليش صنفت هاي خلية عضلية مثلا ليش هاي صنفت هاي بثي يرسل ليش؟ لأنه بيكون فيها concentrating specific organelles لأنه بيكون فيها تركيب يعني فيه organelles موجود فيها أكثر من مناطق ثانية أو أكثر من خلايا ثانية هذا الorganelles بيتناسب مع الفunction اللي بتأدي هاي الخلية and specializing various basic cellular activities generally found to more limited extent in all eukaryotexel فهاي إنه فرضا مثلا كمان شوي حنشوف فيه إنه جدول كامل فرجينا مثلا كل خلية بالجسم وشو الفونكشن تباحها فدايما بيدنا نعرف إنه أي خلية بالجسم ليش الخلايا بتختلف هي كل الخلايا الليها نفس basic structure أوكي ولكن concentrating والفونكشن تباحها بيعتمد على الorganelles اللي موجودة فيها بكثرة أكثر من خلايا أخرى هزا الإشي حنشوفه كمان شوي طيب بالجدول اللي حنتطرق له الجدول على دورنا ما كان حفظ الدكتورة ما طالبتنا بحفظه ولكن حكيت لكم هو ببضح آخر نقطة حنعقب على سريعا والأحسن تلتزمه والإشي اللي حتحكيكم إياه الدكتورة على دوركم طيب الآن بحكينا بنا نقارن بين البروكاريو تكسل والإيوكاريو تكسل طيب البروكاريو تكسل هذا الإشي حتاخده أكتر بمادة المايكر ولكن برضو حنعقب على الما أنه السلايد موجود هذا الإشي الدكتورة ذكرته لا دكتورة أصلا ما قرأت صورة على دورنا بس مش غلط أنه تكونوا مطلعين على البروكاريو تكسل مثلا زي من زي خليط البكتيريا حنلاحظ أول شي السلوال حكينا اتفقنا أنه في عنا حوالين البلازما ممبران اللي أعطانا إله اسم ثاني اللي هو إيش اللي هو وشوفي عنا في عنا سلوال تمام طيب كمان عنا النيوكليويد الDNA ما بيكون موحاط زي ما اتفقنا بممبران ولكن الDNA بيكون موجود بمنطقة هياتها هاي المنطقة هيك هاي المنطقة اللي بيكون موجود فيها الDNA إيش بسميها بسميها النيوكليويد بيكون بتركز بها هي المنطقة طيب شو كمان بدنا أشياء ثانية السايتوبلازم بس سايتوبلازم حكينا ما في ممبران محاطة بممبران في عنا رايبوسوم لأنه بنعرف أنه البكتيريا بتصنع نوع البروتينات أو حتى أي بروكاريو تكسل بتصنع بروتينات مهمة حتى أنها تعيش فيها رايبوسوم وفيها طيب هذول السلاس اللي هي الكابسول يعني يمكن السلوال بلاسما بران نوكليويد سايتوبلازم ورايبوسوم هاي كله اخذتوه بالبيو وما أعتقد أنه عندكم أي مشكلة فيه تمام وحاولت أني أوضح أغلب الأشياء بالنسبة الله الكابسول البيلس والفلاجللم هذول اللي هم دخل بالأتاتشمنت والموفمنت للبكتيريا أو البروكاريو تكسل كيف يعني الكابسول بدي إياك تعرفوا بدي إياكم تعرفوا لي عنها معلومة أنه أي بكتيريا لما تدخل البكتيريا فرضا أوكي دخلت على الهيومن بدي مثلا أكلنا طعام ملوث وكان فيه بكتيريا أول ما تدخل البكتيريا حييجي الاميون سيستم تبعنا يحاول أنه إيش يهاجمها يحاول أنه يقتل البكتيريا لكن البكتيريا حتى تحمي حالها شو بتعمل بتكون هاي الكابسول تمام حتى جسم الإنسان أوكي خاصة الماكروفيج ما يتعرف على الماكروفيج اللي هي نوع من أنواع الواتب لاتسل من الماكروفيج ما يقدر يتعرف عليها فهي يعني بمعنى آخر الكابسول هو عبارة عن البكتيريا بتكونه حتى أنها تعمل تهرب من الهيومان إميون سيستم إذن خلينا نكتبها هنا بس نواتعها السريع إذا حابين أنتم تكتبها هي عبارة عن بكتيريا بس نواتعها بس نواتعها حابين تكتبوها انتو حجين مش حابين تكتبوها كمان انتو حجين هذا الإشي هتأخذو بمادة الماكرويين لكن عشان تكونوا عطلوا لعب كل شيء ولو معلومة بسيطة بالنسبة للبيلس هلأ رح كمان تعرفوا لبعدين أو تعرفوا أصلا واحدة من أسباب مثلا إنه البكتيريا ليش بتغير سركبها بسرعة كثير لأنه في عنا دي أن أحلق لموجود بالبكتيريا اسمه البلازميد وهذا أخذنا إشي بأيام التوجيه تمام بدي أكو تعرفوا إنه هذا البلازميد ممكن ينتقل من بكتيريا يعني من خلية بكتيرية لخلية بكتيرية مجاورة كيف هاي البلس بيكون هاي يعني هاي بكتيريا تمام خليني أحاول أرسمها وين هون هاي خلية بكتيرية بيكون حواليها بلس تمام يعني سريع الرسم ولكن رسم تصير بداية وهاي برضو فيها بلس هاي الخلية فرضا خلية رقم واحد خلينسميها الخلية رقم اثنين خلية رقم واحد في جواتها بلازميد تمام فقررتها إجع بالها إنها تنقله للخلية اللي جمها شو بتعمل هاي البلس بتيجي أوكي هاي البلس بتيجي مع بعضها هاي البلس اللي من هون مع هاي البلس اللي من هون بعملوا زي ممر هذا الممر من خلاله رقم واحد للبكتيريا رقم اثنين ويصير هون فالبلس الهدف منه انه يسهل عملية انتقال لبلازميد من خلية بكتيرية لخلية بكتيرية مجاورة الها اخر موضوع اللي هي الفلجلة الفلجلة احنا عارفين انه الفلجلة مسؤولة عن ايش مسؤولة عن الموفمينت اوف بكتيريا طيب البكتيريا يفترض انه مثلا ما بتتحرك صحيح لكن مثلا ممكن انه مش ضرورة تكون لبدوكاروتك هي خلية بكتيرية وفي انواع من انواع البكتيريا بيضا وي بتتحرك فلجلة الهدف من هالموبم ان شاء الله تكون كل الستركترز واضحة وما في اي مشكلة عندكم فيها نيجي على الايوكاريو تكسل زي مين زي الهيومان الايوكاريو تكسل فيه انه النيوكلياس تمام عنا نوا انه سايتوبلازم سايتو سكيلتون رايوصوم مارتوكندرية لارجوزوم قولجيبادي والاندوبلازم كرتكولم النيوكلياس عارفين انه هي خلينا نحكي الbrain of the cell يعني هي العقل المدبر للخلية ليش لانها بتحتوي على الDNA بتحتوي على المادة الوراثية بداخلها السايتوبلازم بتسبح في الورغانيلز بنلاقي في الانزايمز بنلاقي في الاجوزومز بنلاقي في كل الستركترز اللي احنا بدنايا السايتو سكيلتون السايتو سكيلتون اللي هو الهيكل الخلوي الهيكل الخلوي اللي بيتحكم ب الشيب بتحكم بشكل الخلية والدعامة والثبات للخلية طيب الريبوسومز برضه مسؤول عن synthesis of proteins مسؤول عن تصنيع البروتينات بأنواحها الميتوكندري اللي هو مصنع الطاقة مسؤول عن ATP synthesis مسؤول عن تصنيع الطاقة جو الخلية اللاجوزومز اللي هي الانزايمز مسؤول مثلا عن انه يكسر الطعام اذا دخل طعام اي اجسام غريب جو الخلية بيدافع عن الخلية برضه جورجي أباريتز نتذكر من ايام البيو مسؤول عن modification of proteins يعني مثلا كان تم تصنيع البروتينات بعد ما يتم تصنيع الوديع أباريتز هات بيعدل وبيتكتكها وبيزبطها وبعدين احنا ممكن يائما نطلع هاي البروتينات وره او نخليها جو الخلية والإندوبلازمي كروتيكولم الإندوبلازمي كروتيكولم عندنا smooth وروف إندوبلازمي كروتيكولم روف إندوبلازمي كروتيكولم مثلا برضه بتحتوي على رايبوسومز مسؤول عن تصنيع البروتينات يعني حاولت إني أعاقب على function تبعاتهم بسرعة بس بأشياء أنتو أخذتوها أيام البيوت بي اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد هذا الجدول زي ما حكينا اللي هو يعاقب على أي نقطة يعاقب على هاي النقطة إنه بالمالتو سليولار أورجنزم زي مثلا هون معطينا كل خلية دكتورة على دورنا فرأته قراءة وما طلبتنا فييني حتى حفظ ما كان مطالب معنا ولكن ممكن يختلف الوضع على دوركم فالأحسن إنه تسألوها وتفهموا منها مثلا بيحكينا إنه يعني العضلات والخلايا الإنقباضية الأخرى مسؤولة عن إيش مسؤولة عن الموغمينت بتعمل لأنها نتيجة هذا لإنسان بصرف في حركة سواء كنت بحكي عن المسل اللي هي الحركة الإيرادية أو كنت بحكي مثلا عن سموث مسل زي مثلا كيف حركة المعدة وكيف الإنقباضات للمعدة وغيرها تمام أو ممكن أحكي عن الكارديك مسل اللي موجودة بالهارت وكيف عضلة القلب بتنقبض لحالها بشكل لا إيرادية طيب بيث هل كمان عندنا الإبيثيليلسل الإبيثيليلسل اللي هي اللي هي الخلايا الطلائية الخلايا الطلائية هي الخلايا اللي بتغطي معظم جسمنا سواء كان الإشي اللي ظاهر إلنا أو الإشي الباطني يعني مثلا بيحكينا إبيثيليلسل برضه بيلاقوا فيها إيش مسؤولة عن الادهيزف and the tight junction between cells يعني مسؤولة عن بتذكروا أنه كان في عنا ثلاث أنواع من الـ junctions بين الخلايا اللي هي tight junction والدسموسوم وغيرها اللي أخدوها بالبيو فبس بتكون تعرفوا أنه شو نوع الخلية وشو الفونكشن تباحها تمام هذا المطالبين في بغض النظر عن الميكانيزم أوكي الإشي كمان عندنا مثال اللي هو إيش fibroblast cell of bone and cartilage الفيبروبلast هي مسؤولة والخلاء أو بعض أنواع خلاء الإضام والكارتلج مسؤولة عن synthesis and secretion the component of extracellular matrix l-extracellular matrix إنه الخلية أصلا بتكون يعني حسب ديك كنت عارفين النقطة الخلية بالأصل هي عبارة عن نوع وصايتو بلازما محيط فيها صح الطبقة الخارجية من السلميمبران مش هون في عنا سايتو بلازما وفي عنا هون سلميمبران أو بلازما ميمبران الطبقة اللي حوالين هاي المنطقة اللي حوالين البلازما ميمبران هي عبارة عن إيش هي عبارة عن إيش بسميه el-sytoskeleton أسرع عفوا l-extracellular matrix هاي الطبقة هي عبارة عن إيش هي عبارة عن l-extracellular matrix l-extracellular matrix هي زي يعني البيئة اللي بتصبح فيها الخلية اللي موجودة فيها الخلية ف بحكينا إنه اللي مسؤول عن تصنيع مكونات l-extracellular matrix بنعرف إنه بيكون فيها موجود fibers proteins هاي حنحكي عنها كمان شوي مين المسؤول عنها l-fiberplast اللي بعتها عنا l-neurons وال-sensory cells اللي الخلايا الحسية والخلايا العصبية مسؤولة عن convert l-physical and chemical stimuli into action potential مثلا إذا حدا مسك إيش سخن أوكي فمباشرة بشي الإيدة مين اللي مسؤول عن إنه حول الإيش السخن هو إيه يعتبر إيش physical يعني حرارة مد فيزيائية فإنت حسيت إنه والله هاي محفز فيزيائي تمام صار في عندك action potential ال-reaction تبعك أو رد الفعل لإنه شلت إيدك مين المسؤول عن مين الخلايا المسؤولة عن هذا الإش اللي هي neurons وال-sensory cells تمام فبتحول أي stimuli سواء كان physical أو chemical stimuli لaction potential لجهد فعل ونتيجة جهد الفعل بصار في عندنا رد فعل بغض النظر إذا ما فهمتوا على الأشياء اللي بحكي هون ما تركزوا كثير منهم إنه تكونوا عارفين شو نوع الخلية وشو الفونكشن تبعها تمام cells of digestive gland اللي هي الخلايا الخضمية تمام من اسمها cells of digestive gland شو هتعمل هتعمل secretion شو هتفرز منطقيا هتفرز digestive juice مثلا أو اللي هي gastric juice هاي بتعمل synthesis أوكي سوري synthesis and secretion of degradative enzymes يعني تفرز enzymes مسؤولة عن ايش عن الديجسشن عن الحضن زي لما كنتوا تحكوا والله ب system GI زي لما حكيتوا بايش system GI عن ايش عن الparietal cell وكيف بتتم تصنيع الHCL تمام الاشي اللي بعده اللي هي cells of mucus glands السلسؤ اللي هي الاغش الغدد المخاطية من اسمها غدد مخاطية فبتعمل على افراز مادة بسميها glycoprotein glycoprotein بس هالسا كمانة شوية برضو هنعاقب عليها بس كونوا عارفين انه glycoprotein هي عبارة عن يعني polysaccharide خلينا اسميها هي عبارة عن polysaccharide أو بغض النظر ممكن نلاقيها glycoprotein أو monosaccharide لكنها موجودة مع ايش مع proteins فبتعطيني اشي بسميه glycoprotein تمام فالميوكاسكلان بتعمل على افراز هذا glycoprotein هذا glycoprotein ممكن مثلا اذا كنت بحكي عنها العلاقة مثلا بالdigestion انه يكسر المواد زي اللي موجود بالoral cavity او ممكن يكون علاقة اشي بالبروتكشن مثلا اي غبار دخل للrespiratory system انه يصير في زي انصيد هذا الغبار او هاي المايكروبز عن طريق هذا الميوكاس يعني يا اما protection او شو اسم الهجرس بغض النظر من اسمها اي شي هذا يعتبر خليني احكي السيكشوال جلاند اللي هي من السيكشوال والاوري والادريني الجلاند تمام دول مسؤولين عن السيكشوال وان سيكشوال وان ليش سيكشوال لانه معظم السيكس هيرمونز زي مثلا تستستيرون لبرجستيرون السيكس هيرمونز هم عبارة عن ايش هم عبارة عن ستيرويدز وبرضو هذا الاشي اخذتوه ايام البايو بشابتر الماكروموليكيول اول شابتر تمام فبنعمل هذول الالجلانز اللي هي الادرين الالجلانز التستس والاوري مسؤولين عن افراز السيكس هيرمونز اللي هم ايش يعتبروا ستيرويدز طيب السيلز أوف كيدني أن سلافر غلان داكت اللي هي شو اسموه الكلية بتعمل ايون ترانزبورت لانه بنعرف والله مثلا اخذنا برضو بالتوجيه انه شو اللي بيصير مثلا بالانبوب الملتوية القريبة الملتوية بعيدة اسمو اللي اللي هي المهن فبيعمل ايون ترانزبورت لانه بيعمل على تنقية البول وانه مثلا النسحة بالعناصر اللي بدنا اياها من مي وغلوكوز وبروتينات وايونات برضو بحاجتها جسمنا زي الصوديوم مثلا بحالات مورات البوتاسيوم بغض النظر فهاي الخلايا مسؤولة عن الايون الترانزبورت تنقلها سواء تطرحها برا الجسم او تعملها أبسوربشن الماكروفيج والنوتروفيلز هسا هاي بدي اياكم الماكروفيج اللي هي هون بس بدي اوضح نقطة عشان التوضيح الماكروفيج هي نوع من انواع الويت بلوتسل تمام نوع من انواع خلايا الدم البيضاء وإحنا بنعرف ان خلايا الدم البيضاء مسؤولة عن تحمي جسمنا من اي جسم غريب بالدافع مسؤولة عن الايميونيتي الماكروفيج هي عبارة عن خلايا نوعا ما كبيرة تهل الحجم تروح بتعمل فاقوسايتوسز جواتها بعدين هيك بتصير هاي الخلية وهاي البكتيريا بتبتلحها بتدخلها جواتها وبتكسرها يعني قاعدة بتقتلها تقتل هاي البكتيريا فالماكروفيج والنيوتروفيلز اللي هي برضو نوع من انواع الويت بلوتسل لسنتين مسؤولات عن الانتراسيلولار دايجسشن ليش انتراسيلولار لأنه ما بتقدر تقتل او دايجسشن لأنه نتيجة الدايجسشن هيصر في انه كيلينج لهذا المايكرو أورجينيزم وانتراسيلولار لأنها ما بتقدر تقتل المايكروب او اي اشي بتلعته خارج يعني ما بتقدر تقتل مثلا والله هاي وهو موجود هون لعد كيف بس تعمله فاقوسايتوسيس وتبتلعه تقدر تقتله انتراسيلولار يعني جوال خلية نفسها الفاتسل مسؤولة عن اللي بدستورج اللي هي الخلايا الدهني هيحتاخدوها بمادة شو اسمه الخلايا اللي بتبطن مسؤولة عن مسؤولة عن انها تمتص المواد بس هاي يعني كونوا عارفين كل خلية وايش الفونكشن تبعها تمام الآن حنحكي عن ايش حنحكي عن شو مكونات الخلية الخلية بتتكون من 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 مجزئان دائسيا اوكي الخلية بتتكون من من جزئان اساسيا زي ما اتفقنا اللي هما السايتوبلازم تمام والنيوكليس يعني اللي هي السايتوبلازم هياته هاذ كل عبارة عن السايتوبلازم والنيوكليس هاي المنطقة هاي اوكي تمام اوكي سوري طيب the outermost و حوالين هاذ السايتوبلازم حوالين هاي النيوكليس في عنا the outermost component يعني اكتر اشي بديوكون outermost يعني بديوكون خارج عن الخلية اللي هو الغشاء المحيط فيها اللي هو مين اللي هو البلازما ميمبران بحكينا هاذ البلازما ميمبران شو خصائصه اول شي بدنا نعرف انه البلازما ميمبران هو يعني هو اكتر اشي بعيد بالخلية اللي هو او outermost بديوكون خارج الخلية اوكي فهميني انتوا الفكرة ولو اني متحارفة اوصلها بكلمة معينة anyway الاؤتر الاؤتر مست كومبوننت تمام اذا البلازما ميمبران هو الاؤتر مست كومبوننت البلازما ميمبران وحنحكي عن طرق النقل عن طريق البلازما ميمبران بحكينا انه البلازما ميمبران contains بنشو بيتكون بيحتوي على بروتينز تمام وبيحتوي على رح نشوف ستيرويدز وبيحتوي على فوسفو اللي بيتز وحنوى فاصل كل واحدة فيهم بالنسبة ل البروتينز هاي البروتينات بحكينا ايش اسمها اسمها cold انتجرين تمام ولو تتذكروا في صورة بالبيو هياتها هون هياتها هاي صورة نفس الصورة فعليا اللي بالبيو اوكي فهون ايش عنا هاي عنا كيف بيكون شكل السايت السل ممبرين سوريا او البلازم ممبرين وفي عنا انتجرين الانتجرين هي عبارة عن ايش هي عبارة عن اه او الانتجرين او الانتجرال البروتين هي عبارة عن بروتينات تخترق هايو انتجرال بروتينز اللي هي نفسها الانتجرين اوكي تمام هاي الانتجرين او الانتجرال البروتين بتخترق السلممبرين هياتها لو بتشوفوا كيف هي مخترقة السلممبرين بتخترق السلممبرين وبتوصل بين الاكسترا يعني هي حلقة الوصل بين الاكسترا اللي هي المنطقة اللي محيطة والسايتو بلازم تمام ولها كثير وظائف هنحكي عنها كمان شوي هنرجع نعقب على هاي الصورة عشان توصلكم الفكرة هياته بحكينا انه هي عبارة عن بروتينز موجودة جوا اللي بلازممبرين شو بتعمل بتعمل لينك الفونكشن تبعها بتعمل لينك to both السايتو بلازميك بروتين يعني بتربط بين البروتينات اللي موجودين جوا السايتو بلازم وبين الكمبوننط تبعات الاكسترا سيليولار ماتريكس هون بس بحكينا عن ايش عن الستركتر تبعات الخلية من هاي عنا نيوكلياس فيها عنا نيوكليار بور في عنا ثقوب بتطلع من خلالها المثلا اذا بنا نطلع الام شو اسمه مسنجر ارانين بيطلع من خلالها مثلا في عنا الكروماتين الكروماتين حكينا هو من الكروموسوم النيوكليولاس النوية النيوكليار انفيلوب بالغشاء فهاي كلها عبارة عن كومبوننط تبعات النيوكلياس طيب عنا شبكة الاندبلازمية المالسا لها علاقة بال فتتذكروا اخذنا انه كثير بنلاقيها مثلا موجودة وين بالليفر بالكبد طيب البيروكسيسومز برضو اخذتوها بال شو اسمه البيروكسيسومز هدور كثير فعال بانها تحول ال H2O2 ل H2O و O2 وجودة بخلايا برضو الهيومان الفاكيولز الفاكيولز اذا كنت بحكي عن بلانتسل مثلا انها تدخل بانها بتخزن الطعام بتخزن الماء السايتو بلاس بحاول اذكركم باشياء اخذتوها بالبيوت الدكتورة مش كثير حتى تذكرهم ولكن بحاول سايتو بلازم عنا رايبو سامحة كانا بتصنع البروتينات جولجي أبايريتس بتعمل ميديفكيشن الفيزيكلز مثلا انا عندي بروتين بدي انقله برا الخلية تمام او بدي انقله البلازم مبرين بحمله في سيارة ما بقدر ما فيش ايش موجودة بالسايتو بلازم هيك يعني عراسها لازم في سيارة فالسيارات اللي بتنقل المواد مثلا من البروتينات بدي اطلحها برا سميها فيزيكلز هو السلات عنا البلازم مبرين حكينا هو الاشي اللي بيحيط بالشو اسمه اوكي البلازم مبرين عنا الماكروتوبيولز الماكروتوبيول اللي هي جزء من اجزاء السايتو سكيليتون اللاجوزومز مسؤولة عن تحطيم المواد الماوتو كونديريا تصنيع الاتب السنتريولز جوفن البلازم كروتيكولم الاكتين فيلمنت والبوليرايبوسوم البوليرايبوسوم انه بيكون تجميع تجميع اكثر من رايبوسوم حتى يصنعوا البروتينات بطريقة اسرعة ويكون بروتينات اكبر طيب ان شاء الله تكون كل اشي واضحة وكل شي مفهومة واذا حدا عنده المشكلة اكيد يحكي لي المهم نكمل حاليا حديثنا عن اول كومبوننت اللي هو السايتوبلازم السايتوبلازم بيتكون من سايتوثول اورغانيلز سايتو سكيلتون انكلوجينز والانزايم اوكي اول اشي اللي هو ايش اللهم صلى الله عليه وسلم باركة سيدنا محمد غير اللون اول شي عندنا السايتوثول السايتوثول هو عبارة عن السائل الفلويت كومبوننت السائل اللي بيكون محيط يعني اللي بتسبح فيه باقي الأورغانيلز فأوش بنا نعرف انه ايش انه السايتوثول هو عبارة عن السائل اللي بتسبح فيها العضيات فهو عبارة عن الفلويت كومبوننت طيب الأورغانيلز الأورغانيلز هزا احنا لما اخذنا بالبيوت تفكرنا انه الأورغانيلز اي محاط بممبرين بنسمي الأورغانيل الوضع هون بالهيستو هيختلف فبحكي هنلتزم هنلتزم بالسلايدات الأورغانيلز هي عبارة عن metapolycally active structure يعني هي عبارة عن structures تراكيب معينة يعني بتكون تعمل عمليات الميتابوليزم سواء كانت أنابوليزم أو كتابوليزم يعني بتكسر أو بتركيب مواد بغض النظر فهي عبارة عن metapolycally active structure ممكن يتكون عنا نوعان من أنواع الأورغانيلز اللي همين عنا الممبرينيز أورغانيلز تمام والنوع الآخر النون ممبرينيز طب إحنا بالبيو أخذنا النوع كلها ممبرينيز شو هنلتزم هنلتزم بالهيستو فبناء على الهيستو الأورغانيلز عنا ممبرينيز أورغانيلز وعنا النون ممبرينيز أورغانيلز يعني أورغانيلز محاطة بأخشي وأورغانيلز المحاطة بالأغشية مثال عليها المارتوكندرية نعرف انه والله المارتوكندرية اصلا عندها دبل ممبران ومثال على اللي هي مثال الريبوسوم والبروتوسوم مثال عليها ايش الريبوسوم والبروتوسوم طيب بالنسبة للبروتوسوم البروتوسوم هو عبارة عن تبا يعمل ديجريديشن أوف إنزيمز فمسؤول عن انه ايش يجوي كسر إنزيمز ديجريديشن أوف بروتيينز يعني الريبوسوم بصنع والبروتوسوم بكسر طيب الاشي الثالث اذا حكينا عنا سايتوسوم عنا أورجانلز وقسمناهم ممبرانس ونممبرانس عنا السايتوسكيلتون السايتوسكيلتون ايش بالنسبة لمن ايش بالنسبة ل السايتوسكيلتون السايتوسكيلتون هي عبارة عن بروتينات بروتيين كومبوننطس مجموعة من البروتينات which determines the shape and the motility يعني بتتحكم بشكل الخلية وحركة الخلية وبنتذكر حكينا عن مكونات السايتوسكيلتون فيه أنه إنتقرال البروتين فيه أنه الإنتقرين فيه أنه غلايكوبروتين كان فيه أنه بروتيو غلايكان هذا كله برضه أخذناه بمادة البيو هاي السايتو سكيلوتون لا هذيك الأكسترا سولولار ماتريكس أنا بعتدر السايتو سكيلوتون سوري راح أباري على الأكسترا سولولار ماتريكس السايتو سكيلوتون هي عبارة عن مجموعة من البروتين اللي هم حكينا عنهم الأكتين فيلمنت الماكرو فيلمنت وفي عندنا كمان الماكروتوبيولز أو هاي ماكروتوبيولز أصلا فهاي السايتوسكليتون هي عبارة عن مجموعة من البروتينات بتحدد الشيء بتحدد شكل وبتحدد كيف تتحرك الخليفة قلنا مثلا إذا بنا نحرك فيزيكل فيزيكل بتتحرك على طول الماكروتوبيول تجي بترتبط حكينا إنه والله هاي حتى كان في شكل عندنا إيش سوري كان في عندنا شكل هذا هيك كان شكل الماكروتوبيول هي عبارة عن أنابيب يعني أسطوانية الشكل وفي عندنا كان شوي حتكوني رسمة شوي غبية بس إنه معلش كان عندنا هون هاي عبارة عن موتور بروتين ويكون ناقل مثلا هون في عندنا فيزيكل معينة هون حنلاقي مثلا هاي اللبلون الأسود عندنا فيزيكل معينة فحكينا إنه والله مسؤولات عن الحركة بداخل الخلية أي شي بدو يتحرك على طول الخلية هيتحرك عن طريق هاي الخاصة ماكروتوبيول طيب إيش الجابع هذا الإشي أول مرة بتسمعوا فيه أول شي إشي اللي هو إيش اللي هو الإنكلوجين طيب شو هم ما الإنكلوجين الإنكلوجين هي عبارة عن تجمع أو ترسب لبعض المواد أو الموليكيول ممكن تكون بروتين ممكن تكون سكريات ممكن تكون صبغات ممكن تكون دهون فأي مواد أوكي بيصلها بالسايتوسكيلتون أو بالسايتوسول بسميها إنكلوجين من ضمنها مثال على هاي الإنكلوجين عندنا الكاربوهايدريت عندنا الليبيد وعندنا البيجمنت الصبغات مثال ممكن يصير فيه عندنا دهون أي إشي ممكن إنه يترسب جوه شو اسمه أي دي بوزشن جوه لسايتو بلازم بسميها إنكلوجين فهذا المصطلح ممكن شوي جد عليكم وآخر إشي الإنزوم الإنزوم اللي بنعرف إنه وظيفتها إنها تعمل سبيد قبل الكيميكا الرياكشن بتسريع تفاعلات الكيميائية وهي بالأصل في منها بروتينز وفي منها أصلها مش بروتينز طيب أوكي الآن رح نحكي عن أول مكون من مكونات الخلية واللي اتفقنا إنه هو حكينا اتفقنا عشغلتين شو هي الشغلة الأولى إنه هو عبارة عن والشغلة الثانية هاي أول شغلة إنه هو الأوتر مست المفوق جنب بعد الأوتر مست لا يعقو في ذا سل يعني هو آخر طبق خلينا نعتبر من الخلية والإشي الثاني إنه بيجي بيعمل السيباريت السايتو بلازم فرم الاكسترا سيليولار ماتركس مين هو هاد اللي هو البلازما ميمبران فأول استركتر أو أول مكون من المكونات الخلية رح نحكي عنه البلازما ميمبران شو مكوناته وطرق النقل عن طريق البلازما ميمبران هاي محاضرتنا لليوم فأول شي بيحكينا إنه البلازما ميمبران السمك البلازما ميمبران الثيكنس للبلازما ميمبران يتراوح من بين السبعة ونص لعشرة نانومتر إن تخيلوا قديش سمكو دقيق رقيق يعني أتبرو فالبلازما ميمبران هو حكي أنا بيعمل سيباريت ومعظم كل أنواع الخلايا محاطة ببلازما ميمبران يعني في بعض الخلايا إضافة للبلازما ميمبران محاطة بالسلول زي البلانتس والبكتيريا لسل اللي هي البلوكاريو تكسل ولكن كل الخلايا فعليا all type of cells surrounded خلينا نحكي by بلازما ميمبران فكلهم محاطين بالبلازما ميمبران طيب بحكينا البلازما ميمبران هو عبارة عن lipid bilayer هاي بنعرفها إنه هو عبارة عن يعني خليني أحكي طبقتين من lipids هاي حنشوف كيف تركيبه that envelop all eukaryotex له حتى البروكاريو تكسل منشو بيتكون الكمبونت تبعات البلازما ميمبران عندنا الفوسفو lipids يعني هي أكبر يعني هي أكبر يعني هاي المونو خلينا نحكي هاي الأوليغو وهاي عنا البولي فالأوليغوساكرايد and protein وإحنا اتفقنا إذا حكينا في عنا سكرايد تمام بغض النظر شو نوحا وليغو مرتبطة مع فوسفو lipid شو هتعطينا هتعطينا تعطينا لغلايكو lipid تمام وإذا كانت السكرايد مرتبطة مع بروتين حتى تعطينا غلايكو بروتين تمام فبحكينا في عنا مجموعة من الأوليغوساكرايد بتكون مرتبطة بشكل كوفيلانت بونت بترتبط كوفيلانت بونت للفوسفو lipids والبروتين حتى تعطينا إيش حتى تعطينا يأمل إذا كانت مرتبطة مع الفوسفو lipid أو إذا كانت مرتبطة مع بروتين تمام طيب أوكي أول شي والآن حيحكينا عن function ل الممبرين أو البلاس ممبرين شو هي function شو هي وظائف البلاس ممبرين أول وظيفة وهي اللي احنا متعارفين عليها إنه في عنا selective barrier يعني هي عبارة عن إيش هي عبارة عن حاجز انتقائي بعمل regulation the passage of materials into and out of the cell and facilitating the transport of specific molecules يعني هو عبارة عن حاجز انتقائي بينظم عملية خروج المواد ودخولها إلى الخلية وبرضه بيسهل transport بيسهل عملية نقل يعني معنى آخر هو زي إيش زي خلين نحكي حاجز أوكي على الحدود أوكي بينظم إنه هاي المادة آه ادخلي هاي المادة اللي ما تدخلي هاي المادة بدي أنقلها من جوة الخلية اطلعي تمام فخلص هو عبارة عن selective barrier هاي الكلمة اللي بتهمني أو هاي الجملة اللي بتهمني من كل هاي الجملة أوكي إنه إيش إنه selective barrier النقطة الثانية إنه الممبرانز أيضًا يمبرانز أيضًا نقطة 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 إيش علينا إنه إيش الممبرانز أيضًا نقطة 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 الإش الثاني إنه الشيء يسمى الفنكشن تبعه إنه مسؤول بساعد على اتصال الخلية تمام لا هاي آخر واحدة الوظيفة الثانية إنه بيحتوي على مجموعة من البروتينات هاي البروتينات تسمح له بإنه يتعرف وينقل الإشارات إحنا حكينا إنه بيتكون من هاي البروتينات بتنظم هذا الفنكشن إنه مسؤولة عن قلص أنا والله إجتني هاي الإشارة بتحكيه والله إنه لازم مثلا ندخل هاي المادة فخلص بسمح لها إنها تدخل أوكي مثلا أو بنقل إشارة للخلية إنه والله زي مثلا رح تأخذه شي بسميه الموت المدمج فإنه في عنا إشارة بتيجي للخلية إن الخلية هاي لازم أو بسميها انتحار الخلية إنه خلص الخلية هاي انتهى عمرها فلازم تموت فهاي الإشارات مين اللي بنقلها اللي مكونات البلازما مبرين من ضمنها البروتين الستركتور الثالث يعني بصير في عنا تفاعل بين الخلية مع الاكسترا سيليولار ماتريكس فمين اللي بينظم أوكي هذا الموضوع ومين اللي بيزبط الأمور كل هاي هي البلازما مبرين طيب في الوضع الثاني أكيد مثلا إنه يعطي الشكل للخلية يعمل للخلية وغيرها بس هاي يعني بالنسبة لالسلول وحفظ اه حفظوهم طيب اوكي هون بحكينا عن اللي الكمبونن تبعات البلازما مبرين والفونكشن لمين للبلازما مبرين اوكي هاي الصورة بتوضح الستركتور أو الكمبونن للبلازما مبرين فبحكينا مثلا أننا فوسفوليبيت 結 tellement العلببات هاي يعبارة عن جزئ كربوهايدريت هذا اللون الأخضر عبارة عن جزئ كربوهايدريت مرتبط مع من مرتبط مع البولار هيد من الفوسفوليبيت نحن بنعرف انو الفوسفوليبيت كيف الستركتور agu هاي عنا البولار هيد هذا من نتيجة الفوسفيتي جروب اللي موجود فيه تمام وفيه منه إيه شكل ونون ؟ ؟ ؟ أوكي؟ فإذا كان مرتبط هاي عنا الكاربوهايدرات مرتبط مع البولار هيد وفويسفوليبيت يعني مرتبطة مع لابتس فبسميها غلاكوليبيت فبرضه هون بحكينا إن فويسفوليبيت بتتكون من شغليتان اللي هي البولار هيد وفويسفوليبيت موليكيول والإشي الثاني اللباسفوليبيتس بال Torah الفوسفوليبيتز بايلير لأنه الفوسفوليبيتز هس حنحكي عنها بالسلايد اللي بعدها ليش الستركتر تبحها هيك إنه الهيدز بتكون لبرة يعني الهيدز فيه الراس فيه رأس البولار بوشن منها بتواجه الجزء السائل أو الاخشي ستراسلولار ماتريكس وبتواجه مين اللي هي السايتو بلازم تبع الخلية هذا الإشي كمان شوي حنفهمه ومن جوة تمام البايلير من جوة النن بولار أوكي تيل بيكونوا مقابلين لبعضهم البعض فهاي بسميها فوسفوليبيتز بايلير لأنها عبارة عن طبقتين من الفوسفوليبيتز والنون بولار تيلز هاي زي ما اتفقنا طيب إنه الكوليستيرول الكوليستيرول هنشوف إنه الفونكشن تبعها هتحافظ على الانتجريتي تحافظ على صلابة عثبات هاد البلازمان برين عنا برضه هاي الكاربوهايدريت إذا كانت الكاربوهايدريت مربوطة مع بروتينز زي وهون بسميها غلايكو بروتين هاي عنا بروتينز هاي الانترستيشي الفلويد الانترستيشي الفلويد اللي هي السائل بين الخلايا اللي بيكون وين ضمن الاكسترا سيلولار ماتريكس طيب عنا انتجريل بروتينز بتحكينا في عنا انتجريين بتكون خلص بتمر بي على طول الغيشاء البلازمي وفي عنا بريفرال البروتين هتكون عاملة اتاتشمنت لون لاير فقط من البلازمان برين وممكن تكون الانترنل او الاكسترنل وعادة بتكون الانترنل بورشن او الانترنل لاير هاي عنا السايتو سول او السايتو بلازم في عنا في لامنت اوف سايتو سكيلة لانه هاي عبارة عن مثلا ممكن تكون ماكرو توبيو الاكتين في لامنت بغضا نظر طيب هون برضو معطينا بالرسم اللي هي الفونكشن للبلازمان برين هنقرأهم وبرضو بتكون تنتبهون اذا الدكتورة يعني ركزت عليهم او لا طيب مفعليا فور خليني احكي مست فور مست امبورتن تفونكشن اول واحد اللي هي زي ما حكينا فزيكال باريار فزيكال باريار يعني حاجز فيزيائي انتقائي مش اي اشي بده يدخل ولا اي اشي حيطلع فمسؤولة عن اول شي بيعمل استابلش لفليكسبل باوندري فليكسبل باوندري انه بدي يكون الغشاء اللي بلازمي غشاء مرن لا يصل بكثير يعني جامد اوكي ولا بدي يكون سائلي كثير فيه نوع من اللي فليكسبلتي ليش حتى تقدر المواد تدخل وتعبر من خلاله طيب مش هو بفصل بيناتهم فبالتالي بحفظ مكونات الخلية جو الخلية support the cell structure بدعم the structure والشكل تبع الخلية phospholipid bilayer spread the substance inside and outside برضو هاي بترجع لهاي النقطة انه بيحمي cellular component طيب selective permeability selective permeability انه ايش اوكي selective permeability مسؤول عن انه بينظم عملية الدخول وخروج الايونات neutrons waste molecules ذات roll membrane يعني زي محطة من الجوكابل اللي لازم تدخل ومن الجوكابل اللي لازم تطلع وغيرها زي جماعك شو محط الالكترو chemical gradient الالكترو chemical gradient مثلا انه احنا بنعرف انه بالخلال العصبي المفروض جهد الفعلي يكون مثلا سالب 70 ميلي بول صح؟ هيك بنعرف بحالة يعني جهد الراحة فهون بحكينا انه establish الالكترو chemical gradient يعني بعمل فرق بالجهد لازم لانه الخلال اخايا فعليا بالوضع الطبيعي بتكون مشحونة فبيحافظ تمام وبنشأ هذا فرق الجهد الكميونيكيشن انه contain الريسبتر ذات شغلة السيغنالز انه والله فيه اتصال مع العالم الخارج اللي مع الاكسترس الليلر ماتريكس بستجيب للسيغنالز فبيحتوي على الريسبتر بتتعرف وبتستجيب للموليكول لأي اشارة بتيجي لبلازم طيب اول مكون من مكونات البلازم اللي هي مين اللي هي عندنا الفوسفو لبيتز طيب حنحكي عن الفوسفو لبيتز الفوسفو لبيتز هي عبارة عن ايش بدنا نعرف انها هي أمفي باثيك الميمبراين فوسفو لبيتز او أمفي باثيك واخدنا مصطلح أمفي باثيباثيك polar portion تمام هاي التيلز بحكينا هي عبارة عن hydrophobic يعني بتخاف من المي or water rippling rippling يعني بتنفر من المي فيه تنافر مع المي ما بتحب المي long chain fatty acid ممكن تكون واخدنا انه ممكن تكون الفاتي acid saturated يعني كلها عبارة عن single bond وممكن تكون unsaturated تمام ممكن تكون ايش unsaturated يعني فيها pint or kink يعني تكون فيها double bond زي هون هاي حتكون ايش هاي حتكون عشكل ايش هاي حتكون عشكل ايش هاي حتكون عشكل سس تذكروا انه يعني زي شكل البوكس مش مذكر صراح فرح كيف حفظتكم ياهم بس انه اللي شكلها زي هيك سوري واضحا كثير باع برسم صح شكلها زي هيك او لشكلها زي هيك هتكون سس اما لشكلها زي شكل الكرسي هتكون ايش هتكون ايش هتكون الترانز تمام فهون unsaturated يعني فيها double bond ومن اي نوع من نوع سس تمام طيب المهم انها عبارة عن fatty acids والfatty acids سواء كان saturated او unsaturated على الحالتين بتكون non polar يعني حتكون hydrophobic الجزء البولر منها charged ليش charged لانه مشهون بشحنة سالبة لانه بيتكون من age بيتكون من phosphate group في age في ذرة phosphate تمام البولر بسمية hydrophilic or water attracting يعني بتجد بالماء head that appears a phosphate group هاي كثير مهمة شو اللي سبب اصلا انها تكون polar او يكون عندها negative charge لانها بتحتوي على phosphate group والphosphate group هي اللي بتعطيها negative charge فبالمحصلة هتكون ايش هتكون polar طيب بس بدنا ننتبه لنقطة اللي هي كيف هون انه كيف بيكون شكل الفوسفو بحكينا انه الفوسفو بحكينا انه هي when recognized when organized into a double layer اللي هي اللي هي يعني بحكينا انه السلممبرين بيتكون يعني من طبقتين اللي بيكون البارع عن لبد طيب هذا الاشي بيكون هو يعني الحالة الاكتر ثباتية للبلازممبرين انه يكون طيب ليش ليش لانه كالتالي احنا بنعرف او اخذته علاقة بالكيميا انه الشبيه يذيب الشبيه صح وبر الخلية في عنا الانترستيشي الفلويد اللي هي جزء من الاكستر سيرولر ماتريكس وجوه الخلية ايش عنا عنا الصيتوسول او الصيتو بلاسما طيب وعالحالتين هون سواء كنت بحكي عن هون حيكون في عنا ووتر وهون حيكون برضه في عنا او ووتر طيب فبالتالي بدنا ايش يحب الماء طيب مين الاشي اللي بيحب الماء اللي هي البولر هيد من الفوسفوليبت طيب وبرضه هون لازم يكون في عنا بولر هيد طيب ظل هنا النن بولر النن بولر بورشن حتى يسمح بنقل المواد يعني احنا بنعرف انه المواد اللي بتنتقل عن طريق اللي بلازمة ممبرين هي المواد اللايبوفيلك او اللي بتدوب بالدهون لو لا هاي الطبقة اللي هون في عنا النن بولر بورشن ما حا اقدر ادخل اي ماد اللايبوفيلك عن طريق البلازمة ممبرين فعشان هيك بحكينا انه سبحان الله العلماء لما كتشفوا الستركتر يعني حكوا انه هذا ممكن يكون اكثر مناسب للبلازمة ممبرين اللي بسمح بآلية النقل وبرضه بحافظ على السباتي الانتجريتي تبعت البلازمة ممبرين فعشان هيك البولر بورشن منه بيكون بيواجه الماء من الجهتين سواء كتب بحكي عن اكسترا سيليولر فلويد او كتب بحكي عن السايتوسول والنن بولر بورشن بيكونوا مقابل بعض حتى يسمحوا بانه تدخل عنا اي ماد اللايبوفيلك لجوة البلازمة ممبرين لازم تكون بعيدة عن الماء ليش بعيدة عن الماء لانها اصلا بتخافة من الماء من الجهتين سواء كتب بحكي عن اكسترا سيليولر او كتب بحكي عن السايتوسول تمام فهاي طلع هاي النصورة هاي عن الاكسترا سيليول الفلويد هاي السايتو وهاي الليبيد بايلاير هاي الطبقتين من الفوسفوليبيد للبلازمة من طيب طيب هنا بدو تحكينا برضو عن مكونا من مكونات البلازمة مجرين اللي هي الكوليستيرول او اللي هو الكوليستيرول الكوليستيرول بحكينا هو عبارة عن السايتوسول toch تمام لانه نوع من انواع بايلا Isabai هو من نوع من انواع النستيرويد EE خذروها لانه احنا لنيبيد ذا في ن boş فيه الفوسفوليبي وفيه اللهم صلوا وسلم بارك سيدنا محمد اللي هي الفاتي ياسد لا هي مش فاريه مش الفاتي ياسد الفاتي ياسد بغض النظر فبحكينا ان الكوليستيرول هي عبارة عن استيرول لبت يعني هي نوع من أنواع اللبت واي نوع اللي هي الاستيرويت ترجع لأي نوع لنوع الاستيرويت الاستيرويت لما أخذت وتركيبها هي عبارة عن اربع حلقات اربع حلقات كاربون تمام وثلاثة من هذول الاربعة هتكون بدي اخذ ثلاث ووحدة الثلاث هيكونوا ع شكل سداسية يعني هيك واحد اثنين ثلاث اربع خمسة ستة واخر واحدة هتكون ع اي شكل هاي هتكون ع شكل كماسية تمام هاي الاستيرويت تبعت الاستيرويت واخدتوا انه انه بيكون في عنا البيسيك استيرويت نفسه ولكن تفرج انه شو السايتشين اللي ملزقة بالاستيرويت حتى تعطيه نوعه فبعطينا انه مثال على الاستيرويت اللي هي الكوليستيرول هاي الاستيرويت انسيرت بصلاها انسيرت شني يعني تندمج بـ varying densities among closely packed phospholipid fatty acid يعني هذول الكوليستيرول بتكون خليني احكي مليدها impeding يعني احنا مدخلينها على مسافات متباعدة بين الفوسفولipids fatty acid طيب ليش الفونكشن تبعها وهذا الاشي كتير مهم ها بتعمل restricting their movement and modulating the fluidity and movement of all membrane component الفونكشن تبعها انها بتقلل اوكي بتقلل الحركة تبعت الفوسفولipids واحنا حكيانا انه والله اخدت برضو بالتابتر طبعا انه لازم برحنا بحركة حركة مستمرة اللي هي الفلب فلوب في عنا حركتين من ضمنها الفلب فبحكي لنا هاي اللي هي يعني شو اسمه الكوليستيرول بعمل restricting يعني بيقلل من المove من تبعة هاي الفاتي acid وكمان بيتحكم بالفلويدتي للميمبران بتحكم بايش بتحكم بال الفلويدتي اللي هي سيولة او اه هي بتجب معنا سيولة يعني بيخليف علي كوليستيرول بيزيد بقلل الفلويدتي فبيزيد من صلابة البلازمامبران حسنا اوكي اذا هون حكينا عن ايش عن الكوليستيرول وهي تبع الكوليستيرول حكينا هاي اللي هي اللي بتفرقي انا اللي قصد عنها هاي هي هايدروكسل با دوائي اللي بتفرقي هي الاشياء اللي انا بربطها هاي الاربع حلقات من الكوليستيرول من الكربون شرية فبيهمني هون شغلية تانية اللي هي الفنكشن شو طبيعته والفنكشن تبعه اذا حييجي انتو حتحسوا ان المحاضرة مملة لانه كل شي عندكم معاد بس معلش طيب برضو حكينا انه في عنا اذا كان في عنا اللي قلاكوليبت شو هي اللي قلاكوليبت اتفقنا انه اللي قلاكوليبت اوكي هي عبارة عن شغلتين هي عبارة عن أليقو سكرايد مرتبطة مع مين مرتبطة مع اللي بيد زي هون هاي شو قر اف تشين اف قلاكوليبت مرتبطة بتكون مع البولر هيد لو انتو شايفين من الفوسفو اللي بيد فبسميها اللي قلاكوليبت اللي قلاكوليبت هي عبارة زي ما حكينا اللي قلاكوليبت تشين ذات اكستين اوتورد فرام السلسير بس يعني بتكون هايها باتجاه مين باتجاه الاكسترا سيليولر ماتريكس and contribute to delicate cell service coating called اللي قلاكوكاليكس طيب فيه هنا ايش بسميه اللي قلاكوكاليكس تمام اللي قلاكوكاليكس هي زي خلينا نحكي طبقة اوكي بتحيط بال الخلية تمام هي جزء من شو اسمه اكسترا سيليولر ماتريكس هاي اللي قلاكوكاليكس بتحتوي على اللي قلاكو اللي بده بتحتوي على اللي قلاكو محمد فالقلاكو بروتين مع اللي قلاكو بيعطونا ايش بسميه اللي قلاكو كاليكس طيب هاي اللي قلاكو كاليكس شو الفنكشن تباحها الفنكشن تباحها انها it has a rule in cell recognition and attached to other cells and to extra cellular molecules يعني بتميز اي مركبات جايه على الخلية نسؤول عن cell recognition بتعمل attachment بين الخلية والخلية المجاورة الليها فعلها two functions فمهمني انه تعرفوا شو هي اللي قلاكو كاليكس هي عبادة هنا ذكرتكم بالسلايد بس اللي قلاكو بس هي فعليا اللي قلاكو بروتين وايش الفنكشن تباحها وشو الفرق بين اللي قلاكو بروتين طيب اللهم صلي وسلم مبارك سيدنا محمد هزا هنحكي عن التركيب الثاني اوكي من البلازما المبراين اللي هو الكوليستيرول وشو الفنكشن تباحها هزا هنحكي عن الاشي الثاني اللي هي الممبرين بروتينز الممبرين بروتينز حكينا انه في عنا بالسلم بروتينز والبروتينز فعليا الموجودة بالبرين جاي على نوعين النوع الاول بسميه integral بروتينز والنوع الاخر بسميه peripheral بروتينز النوع الاول من اسمه integral فبيعمل يعني بعمل integration خلاص عامل impeding يعني بيكون هياته هذا هذا هو integral بروتين بيكون بيكون يعني اللهم صلى الله عليه وسلم بارك سيدنا محمد بيكون المخترق الجهتين من بلازما مبران فهيو بحكينا انه integral protein are directly incorporated within the lipid bilayer itself خلاص بيكون مخترق lipid bilayer من الجهتين اوكي اما البرفرال protein except a loser association with one of two membrane service particularly the inner بحكينا انه بيكون مرتبط مع جهة واحدة من الممبران service بالعادة بتكون ال inner service تمام طيب هاي البرفرال protein اوكي بحكينا بحكينا برضو هون بحكينا عن ايش بسمي الجلاكو protein حكي ان الجلاكو protein هي عبارة عن oligo sacroids اذا ارتبطت مع البروتين بسميها glyco protein وهذا الجلاكو protein هم جزء من ايش هم جزء من الجلاكو calyx بحكينا انه الكاربو هيدريت موي الكاربو هيدريت of glyco proteins project from external service of the plasma brain and contribute to glyco calyx اوكي فاني الGlyco calyx اذا صارت عبارة عن glyco proteins مع glyco lipids فهي برضو طالعة من external service لل plasma brain وبتساهم بالGlyco calyx they are important component of proteins act as a receptor ومن اهم function تبعت glyco proteins انها تشتغل كمستقبلات receptors which participate in important interaction such as تستقبل هتستقبل اكيد السيجنال مثلا الجاية من الاكسترا سيليولار ماتريكس وبرضو هاي الGlyco protein مسؤولة عن cell recognition and response to protein hormones اللي هي هاي نفسها ك receptor يعني مسؤولة عن انها تربط الخلي بال extra cellular matrix اللي هي الخلايا المجاورة يعني تقريبا زي function تبع glyco calyx مسؤولة عن surgery cognition اللي هي تتعرف على signals اللي جاي وتستجيب لهاي proteins هرمون لأي signal جاي عليها تعمل عليها استجابة تمام طالب الله مصالب بارك حسنا اوكي الان هيحكي عن الاشي حك اخستوه برضه بمادة البيو اللي هي fluid music model انه بدو يحكينا عن كيف بتكون مرتبة لبروتينات بالبلازمان بحكينا انه الممبران بروتين لحول الله الممبران بروتين comprise a movable music within a fluid lipid bilayer يعني انه بتكون منتشرة بشكل موزق بشكل عشوائي بال fluid lipid bilayer هاي الموديل بسميها fluid mosaic model for a membrane structure يعني البروتينات بتكون منتشرة بشكل عشوائي بال البلازم الممبران بال lipid bilayer وهذا التوزيع والانتشار بيعطيه شكل بسميه fluid mosaic model fluid mosaic model mosaic اللي هي شكل فوسيف ساء تمام هيا اعطيها شكل فوسيف ساء الممبران بروتين الممبران بروتين functioning as a component of large enzyme conflicts are also less mobile وبرضو بحكينا انه بعض البروتينات اللي موجودة بال membrane بتشتغل شغل ايش بتشتغل شغل large enzyme complex يعني بتشتغل شغل الانزوم ولكن اللي معروف عن الانزيمات انها بتكون less mobile يعني اقل حركة من البروتينات بمعنى اخر او او اقل حركة حتى من الفوسفول وبقارن بين الفوسفول بيتس especially those involved in the transduction of signals from outside of the cell طيب بتكون حركتها يعني هاي الانزيمات بتكون حركتها اقل من باقي انواع البروتينات وحتى اقل من الفوسفول بالاخص اي نوع من انواع الانزيمات اللي مسؤولة عن انها تعمل transduction تنقل الاشارات من outside of the cell يعني لجو الخلي طيب اخر موضوع بحكينا انه such protein complexes are located in specialized membrane patch termed lipid raft بحكينا فيهن منطقة خاصة تمام موجودة بالبلازما منبرين هاي المنطقة ايش بسميها بسميها lipid rafts ايش بسميها اسمها lipid rafts هاي المنطقة بتكون having higher concentration of cholesterol يعني بيكون تركيز الكوليستيرول فيها ايش ما لا بيكون تركيز الكوليستيرول فيها ايش عالي جدا و saturated fatty acids يعني بيكون تركيز الكوليستيرول والsaturated fatty acids فيها عالي جدا فبالتالي بيقل اللي fluidity تبعتها وبزيد من الصلابة تمام فمتكن تعرفوا انه الكوليستيرول هو مسؤول عن يعني بتحكم بالfluidity انه فعليه انه بيقلل من fluidity بيقلل وبيزيد من صلابة و شو اسمه البلازما طيب ان شاء الله تكون الامور لحد الان واضحة حاليا هننتقل عموضوع جديد اللي هي طرق الترانز ممبران هنحكي عن الترانز ممبران البروتين والممبران بتمنقل عن طريق البلازما ممبران المحاضرة هتحسوها شوي يعني زنخة لانه في حفظ كثير بس ان شاء الله تكونوا فهمتوا علي ما حسنت انه فيها كثير شرح ما حسنت انه بتها كثير شرح صراحة لانه كلها معلومات معادة واذا حد عنده اكيد اي تقال ما يتردد يبعث او نبلش باول النوع او نحكي عن موضوع اللي هو ايش اللي هو الممبران ترانزبورد هون بحكينا انه في عنا الاكسترا سليولار سبيز وهنا عنا الانترا سليولار تمام يعني هاي بارقة خارج الخلية وهاي بداخل الخلية وهون في عنا موليكيول بتحاول انها تدخل لداخل الخلية تدخل عن طريق مجموعة من البروتين زي هاي البروتين تشانل في عنا الكاريير البروتين حننفصل كل واحدة فيهم كل الان حننفصل كل واحدة فيهم وكيف تنقل عن طريقهم يعني هون بس بعطينا زي الاشي اللي حنو اخذو انه كيف بيتم نقل المواد من الاكسترا سليولار سبيز الانترا سليولار عن طريق البروتين اللي موجودة جو هذا البلازما ميمبران لانه يعتبر وسيلة تنقل بالدرجة الاولى طيب بحكينا انه البلازما ميمبران is the site where المكان اللي بتنفي نقل المواد من جو الخلية من برا الخلية اللي داخلها او العكس طيب اللهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد طيب احنا عارفين انه لما قلنا انه السلم هو يعتبر السايت اللي بتمنق المواد يا اما مقصود بهذه الجملة انه يا اما مباشرة عن طريق السلم أو عن طريق البروتين اللي موجودة بداخل هذا السلم فنبلش بأول اشي اللي بحكينا عن الميمبران ترانزبورت بنا نعرف آليات النقل عن طريق البلازما ميمبران هنا مش آلية وحدة هم عبارة عن مجموعة من الآليات تمام ام اوكي بدنا نحكي عن الميكانزم في عنا السيمبل دفيوجن الفاسيليتد هم فعليا اكثر من آلية للنقل السيمبل والفاسيليتد وغير الفاسيليتد اللي هتكون الاكتب تمام نبلش بأول واحدة اذا في عنا بحكي لنا الميمبران ترانزبورت آليات النقل الميكانزم شو الاشياء اللي بتتضمنها شو الميكانزم عنا السيمبل دفيوجن عنا الفاسيليتد دفيوجن هاي الطريقة الثانية والطريقة الثالثة اللي هي ايش اللي هي الاكتب ترانزبورت طيب هنحكي عن اول واحدة اللي هي مين اللي هي السيمبل دفيوجن وبننا نعرف خصائص نقل لكل يعني شو المادة اللي بتنقلها هاي الميكانزم لازم نكون عارفين وحافظين وفاهمين طيب السيمبل دفيوجن شو المقصود بالسيمبل دفيوجن السيمبل دفيوجن انه مباشرة مباشرة بتنتقل المواد يعني خليني اني نحكي هون انه الموليكيولز او الماتيريالز الموليكيولز ترانزبورت دايريكتلي باي البلازما ميمبرين اكروس او down concentration gradient خلينا نحكي down its concentration gradient أوكي في السيمبل دفيوجن انه الجزيئات بتنتقل مباشرة عن طريق البلازما ميمبرين down its concentration gradient يعني من high concentration gradient في معنى آخر باتجاه low concentration gradient فبحكينا مثال او شو هي خصائص المواد اللي بنقدر ننقلها عن طريق السيمبل ديفوجن لازم تكون المادة سمول صغيرة بالحجم لايبوفيلك لايبوفيلك يعني تدوب في الدهون ليش لانه حكينا الجزء الداخلي من البلازمامبرين او هذا الجزء يعتبر ننبولر وبالتالي هو هايدروفوبيك يعني لايبوفيلك تمام يخاف من الميت فبالتالي بيحب الدهون فالمواد اللي بقدر انقلها لازم تكون لايبوفيلك اللي هي فاتسوليبل موليكيول كان باسترو الليبيد بايلير مباشر بتنتقل عن طريق الليبيد بايلير يعني مباشر بتقدر تنتقل عن طريق البلازمامبرين تمام مهم نقطة انها بتنتقل down its concentration gradient من الhigh concentration gradient لوين للlow concentration gradient اوكي هاي اول طريقة الطريقة الثانية اللي هي ايش اللي هي الفاسيليت الدفيوجن الفاسيليت الدفيوجن الفرق بينه وبين الباسف دفيوجن انه الباسف او السيمبل سوري السيمبل دفيوجن كان تنتقل المواد مباشرة عن طريق البلازمامبرين لكن هنا لا الفاسيليت الدفيوجن انه الجزيقات بهاي الحالة بتحتاج لا ايش بتحتاج need proteins بتحتاج بروتينات حتى انها تنتقل بتحتاج لبروتينات مساعدة ولكن ببعض بتضل يعني down بسوري down خطي ما شاء الله المهم بتضل ايش بتضل ايش بتضل down الconcentration gradient طيب في الفاسيليت الدفيوجن بحكينا the movement of ions بتكون شو خصائص المواد نعرف تكون ايونات تكون ايونات and small polar molecules هنا كنا نحكي ايش كنا نحكي اهم ايش انها تكون non polar تمام يعني هون بتنقل الفرق انها بتنقل الايونات اللي ما بدك ترتنطقل عن طريق البلازمامبرين لانها بتكون المواد اللازم انطقلها عن طريق البلازمامبرين لازم تكون non polar اما هون بقدر انقل ايونات وبقدر انقل polar molecules down their concentration gradient يعني من high concentration gradient لل low concentration gradient assisted acrus selectively permeable membrane by transport protein وهاي اهم نقطة انه بحالة الفاسيليت الدفيوجن انا بستخدم transport بلوتين شو شروط المواد اللي بدي انقلها تكون ايونات او تكون مواد صغيرة الحجم وتكون polar molecules واكيد ايش down their concentration gradient عن طريق ايش عن طريق الترانسبورت البروتيني اللي موجودة بالبلازمامبرين هون بحكيلي شو انواع by the way شو انواع الفاسيليت الدفيوجن او شو انواع البروتينات اللي ممكن انقل اللي موجودة بالفاسيليت الدفيوجن عندنا اما اما channel mediated اول نوع والنوع الثاني اللي هي carrier mediated channel mediated بحكينا اللي هي زي هات هون تمام وهاي عنا ايش الكاريير mediated الكاريير mediated بنعرف انه بصير فيها conformational change يعني بتغير من شكلها اوكي channel mediated لا كالchannel mediated بحكينا انو خلص بتحرك الموض اما الكاريير الموض من small polar molecules تمام الموض من من اف small polar molecules down its concentration gradient by a carrier protein ولكن هل الكاريير هون تحتاج ل ATP لا اهم اشي انه هنا ما في عنا ATP عشان ما نتخربط كمان شوي لما نحك عن الكاريير protein او الكاريير transporter اللي موجودة بالactive transport طيب النوع الثالث اللي هو active transport من اسمها active يعني need energy فبتحتاج لا ايش بتحتاج ل ATP تمام بحكينا انه active transport شو خصائص المواد اللي بقدر انقلها عن طريق الactive transport اول اشي عنا ال ions تمام ions and many molecules only acrocyl membranes after binding to carrier or transporter protein برضه يعني concentration gradient يعني بنقلها من low لل high تمام عكس هال لك عكس concentration gradient leg down تمام فهون بنقل الايونات واي مواد polar او non polar بغض النظر عن طريق carrier او عن طريق transporter protein يعني بروتينات ناقلة ولكن قلنا الفرق بين carrier اللي هون والcarrier اللي بلي facility انه هون الكارrier بيحتاج لأيش بيحتاج لأي تي بي يعني شو ما كان نوع البروتين ناقل لازم يكون انتقرل يعني اللي بصير فيها اللهم بيكون اه هاي تحتاج لبروتينات ناقلة صح حتى تنقل الجزيئات اللي انا بدي انقلها وهاي البروتينات بتغير شكلها بشكل يعني بتغير من شكل اللي بصير في عليها بتغير شكلها حتى تقدر تنقل هاي المواد للجهة الثانية يعني هاي بصر في انه تكسير احنا اتفقنا انه لما نكسر الاتب تمام الاتب بالاصل هي عبارة عن ماشي تمام هاي فوسفيت وهاي فوسفيت وهاي فوسفيت بنيجي بنكسر رابطة بناخذ ايش بناخذ انورغانيك فوسفيت جروب هاي لحالها مثلا وبناخذ ايش بناخذ اي دي بي اللي هي بتكون عبارة عن شكلها ادينوسين داي فوسفيت عملية التكسير هاي بصر في عنا ايش انيرجي انيرجي هاي بطاقة بنستخدمها بانه نغير نعم الـ على الترانسبورتر اللي بدنا ننقل من خلاله هذا الموليكيول حتى يقدر انه وصل الموليكيول للجهة الثانية طبعا اكيد يعني يعني من التركيز القليل للتركيز العالي هون بحكينا انه الدفيوجن يعني مباشرة عن طريق اللي سميناها السمبل دفيوجن عن طريق اللي بلازم مباشرة هاي الموليكيول سيدخل عن طريق مباشرة لازم تكون لكن اذا كانت بولر وكان حجمها اكبر ممكن انها تحتاج لأيش تحتاج ل طبعا هذا كله يحتاج لفسيلة الديفيوجن اني بحتاج لبروتين ناقل ممكن يكون هذا البروتين يا اما عشكل كارير بروتين او هون عشكل ايش عشكل تمام طيب اما بالنسبة ال اكتف ترانسبورد اللي هو بيحتاج لطاقة بيكون اجين ستال كونسنترشن جراديان وبنحتاج لكارير بيصر علي كونفرميشن بيتم تغيير شكل طيب برضو هنحكي عن طريقة من طرق النقل خاصة بالماء اللي هي الأسماوسيز الأسماوسيز هي عبارة عن ايش خليني نشوف شو حكينا الأسماوسيز هي عبارة عن ترانز ميمبراين ترانز ميمبراين يعني عن طريق البلازم ميمبراين اكي اهم ايش انها للووتر موليكيول اثرو الأكوابورين عن طريق الأكوابورين الأكوابورين هي عبارة عن يعني نواقل خاصة بتمنقل الماء عن طريق نواقل خاصة بسميها الأكوابورين خلال الأسماوسيز فبصرفي عنا نقل للماء وباي ذا واي الأسماوسيز يعني هو يعتبر دون اتس كونسنتراشن جرادي يعني من من بتجاه التركيز هيا بالماء هي منتقلة من الرقص الماء عن طريق fecture عن طريق الأكوابورين عن طريق الأكوابورين طيب الهايبوتونيك اه هون اللهم صلصان بارك سيدنا محمد هيبوتونيك هيبوتونيك معناها تركيز ايش اللهم صلصان بارك هايبوتونيك معناه تركيز الـ H2O عالي وتركيز الموليكيولز قليل الهايبر العكس فعشان يكسمينها هايبوتونيك فبتنتقل الماء من الهايبوتونيك للهايبر يعني من التركيز العالي للماء التركيز القليل وهذا أخدته بشابتر 7 وبتذكر كثير كنت تسأل عنه ما كنت تحبه وما بنحب صراحة تمام هون بحكينا هايبوتونيك إنه جزيئات الماء أعلى من جزيئات الشقر ولكن الهايبر جزيئات السكر أعلى من جزيئات الماء فدايما إحنا بننقل من الهايبوتونيك يعني من الـ Higher Concentration of Water للهايبوتونيك يعني للـ Lower Concentration of Water آخر نوع من أنواع النقل اللي هي الـ Vesicular Transport من اسمها Vesicular Transport إنه بصر في عنا Formation للـ Physical بصر في عنا التكوين لحويصلة فهون بحكينا إنه بصر في عنا Vesicular Formed or Lost as Material is Brought into a Cell or Released from Cell يعني إحنا بنكون Vesicular بنكونها أو بنتخلص منها حتى إنه ننقل المواد يا إما لداخل القلية أو نطلعها برع القلية الـ Endocytosis والـ Exocytosis وبالطبع الـ Physical Transport هو يعتبر Active Transport بس ما بعرفت صراحة للدكتور حتعقب على هاي المعلومة أو لا وإذا ما عقبت عليها انسوها لكن هو يعتبر نوع من أنواع الـ Active Transport حتاخدوه بمادة الفيسيو إن جاء الله طيب هون بحكينا إنه Vesicular Transport في عنا l-Endocytosis وفي عنا إيش؟ في عنا l-Exocytosis طيب نبدأ بأول طريقة من إيش؟ من Vesicular Transport اللي هي إيش؟ اللي هي l-Endocytosis بعد كم سلاوك تحملوني شوية الْمَسِنَا ك threatening